موسيقى 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 يروحاً إلى العراق اللي هي لوحات كثيرة وكبيرة وأديمة تقريراً كل أمراً هاي لوحات قديمة لكلها قسوة قديمة قسوة قديمة عن الحرب والعمرة نقود زوجها في عربانة فأنت قلتلي إنه أحد الكتب كتبتها تحت وطقة تحت وطقة الخوف أن يفرغ العراق وبعدين إنه ممكن يجي بعد ثلثمائة سنة ما في حد موجود ما يعرفون إنه عاش المسيحي هنا وعاش اليهودي وعاش اليزيدي فكأني أنا أتصور إنه هذا الكتاب رح يفضل طبعاً هذه محاولة وأضع في الإيمان وأضع في الإيمان والكتاب هو موجود هو؟ الكتاب نعم، الأديان والمباهب عراقيون ممسوسون بالخلق ألفوا كل شيء بجرأة نحات صنع من الصخرة إلها أو قصيدة في كل مدينة من هذا العالم هناك عراقي يحمل بنداً من شريعة حمرابي ودمعة من قصيدة السياب ومطلعاً من بحور الجواهر وبعداً من الأزرق الترجيديا واللغة سؤال نطرحه من جديد على هؤلاء الذين حملوا معهم صندوق أسرارهم يوم غادر بغداد محمود درويش في اعتقادي بما دام الكلام قد ابتدأ بسؤال عن الترجيديا لديه التفاة ذكية جداً في حواره مع عباس بيضون يقول أنني رفضت الإنحباس في فضاء الترجيديا لأن الترجيديا بمعناها الحرفي كما تعلم أستاذ أحمد تعني أن يجابه الإنسان قوة أو قدر أقوى منه على علمي بأنه سيكون خاسر ولهذا كان محمود درويش يفضل كلمة الملحمة النطلال الملحمي المستمر المتواصل ذو الأبعاد الذي يتيح للإنسان نوع من الانجفاع ثم التراجع استراتيجي البحث عن قوة داخلية كاملة من دون الشعور بهذا الإحباط الذي يشعر به أو قد يشعر به الترجيديا هي مثل ما قلت أنه الترجيديا موجودة وكانت أعمالي بهذه في زمن ما حتى ون كانت الترجيديا ولكن ما توصلنا إليه الآن وهي أكثر من الترجيديا ما عندي مصطلح باللغة العربية شو بسميه هو خراب كامل ليس بالعلاق واحد شمل الأمة العربية تقرير بها شمل خراب في دول دمرت وناس تدبحت وتهجروا يوميا أنا شاهد التلفزيون الإيطالي بشوف بالمئات اللي يموتوا ولي عبروا البحر واللي يصلون هنا بدون مكان بدون قبل كل هذا يأثر أكيد عليها فبالتالي ظهر عندي اللون الرصاصي الرامع الغير واضع ظهرت في لوحاتي بعض المتشردين عراقيون التقيتهم في أكثر من مكان وعلى مدار سنوات يحملون بلادهم في أبهى صورها مرة في لوحة ومرة في رواية ومرة في قصيدة ومرة في الموسيقى ومرة في المسرح ومرة في الفكر وكنت أسألهم عن البيت الذي جاءوا منه ليكتبوا ما كتبوا فيجيب السياب نسيم الليل كالآهات من جيكور يأتيني فيبكيني على كل حال كتبوا ودائما النصوص الكبرى في التاريخ تأتي بعد وقوع المآسي أو التحولات تتخزن جزئيات من الأصوات والمشاهد والكلمات والصور والأفكار تتخزن في الذاكرة ثم تخرج بعد حين عملاً ملحمياً شعراً أو رواية أو مسرحاً أو عملاً بصرياً أو موسيقى يعني العملية الإبداعية ليست وليدة لحظة وإنما هي وليدة لتراكم من الطبقات من الأحداث والظواهر المبدع فقط يعيد إنتاج هذه البنية فيخرج نص ليس مقارب النص الواقع وإنما يوازيه المبدع يحتاج إلى فاصلة زمنية مثل تمثيل الأشياء مثل المعمل يعيد إنتاج الأشياء يعني أكو آليات حتى تنتج الشيء الصناعي آليات أدوات أما الفاصلة الزمنية بعض المرات تكون قصيرة جداً يعني هذا يتعبر عن ضمير مرجعيات الفنان أو الأديب مرجعياته الاجتماعية جامعها كلها شو أكتير يريدها يطلعها يخليها ومرة تحتاج إلى فاصل زمني طويل حتى يجد الطريقة أو طريقة التعبير أو طريقة العرض الملائمة حتى ينتج فبالحقيقة لا يوجد تحقيق زمني بهذا الموضوع بس هو أيضاً يحتاج إلى إعادة إنتاج الزمن يحتاج يعني مثلاً لوحة معينة ترسمها أنت عن قضية معينة ببالك تستدعي بها أو كل الاستعارات اللي يتجاه معها في ربع ساعة وتنتجها وبأسلوبك بعض المرات تحتاج إلى أشهر وما تطلع هي القصة يعني قصة مربكة فتشوف الفنانين مثلاً أو الكتاب أو العدباء أكو قسمين تجلى ثلاث كتب بالسنة أكو قسمين تجلى بعشر سنوات كتاب ليس هذا جيد وهذا سيء ولكن القدرة على صياغة التعبير أو إعادة إنتاج التعبير تحتاج فاصلة زمنية أشياء بالحقيقة مركبة أشياء بنيوية عادة الأحداث الجسام لا تجد تعبيرها بشكل مباشر في النص الأدبي والأعمال الأدبية التي طلحت عليها ونشرت بعضها فيها القليل الذي استطاع أن يكون مرآة لهذه الأحداث مثلاً هناك روايات الكاتب العراقي المقيم في نيويورك سينان أنطون وحدوها شجرة الرمان يا مريم فهرست أيضاً أعمال أحمد السعداوي الروائية فرانكنشتاين في بغداد باب الطباشير هناك رواية أيضاً كاتب كتب عن إعدام صدام حسين نشرت هذا النص أنت؟ أنت تقصد رواية الفتنة الفتنة؟ هذا جاء بمثابة يعني عمل إروائي يعكس أو يؤرخ لتجربة سياسية شخصية أنا شغلي في التراث وفي الفلسفة الإسلامية لكن الحوادث هي لوجهتني أن أكتب ترى تاريخ الأديان والمذاهب العراق سبب شنو؟ عندما أرأت أنه المسيحي يخرج والصابي يخرج والأيزيدي يخرج كأنه أنه هؤلاء سيذهبون وسينتهي كل شيء ومن يؤرخ لهذا الموضوع فاشتغلت على كتاب الأديان والمذاهب العراق استعجال من عندي حتى أنه ألحق الظرف خرج في جزء واحد ألفين واثنين وظلت أشتغل علي أربعة عشر سنة حتى خرجت ثلاثة أجزاء هذا أخذ مني وقت كبير كأنه حرفت عن الاتجاه الذي أشتغل به لأن الحدث هو الذي وجهني كذلك بالنسبة للكتابة عن الإسلام السياسي الإسلام السياسي ما هو هذا الضغط علي الذي يجعلني أنه أكتب كتاب جزئين مئة عام من الإسلام السياسي في العراق الضغط هو أن الإسلام السياسي يجي في السلطة فإذا ما نوثق ماذا فعله وهو في المعارضة وما فعله الآن في السلطة أعتقد راح تمر هذه المرحلة وجي لي يجي ما راح يشوف شيء ما راح يشوف بصمة معينة على هذا التاريخ فقبل فعلا أنه الحدث يوجه الكاتب أو الباحث مو يوجه لأنه هذا في السوق هذا اللي أنه الرائج في السوق لا هو يوجه لأنه يحاول بي أن يحل قضية يحاول بي أن يوثق لقضية ربما هذا ممكن بالنسبة للباحث أو المفكر بمعنى أن عناصر بناء النصي قد تكون متوفرة مجتمعة أو مبعثرة في الوثائق والمدونات وفي الواقع ولا تستدعي جهدا في الخلق أو في الإبداع كما في الرواية أو في الفنون الأخرى البصرية والسماعية بل تستدعي جهدا ودقة في البحث والتوثيق الحيرة هذه المفردة الأكثر ترددا على ألسنة المبدعين الذين يبحثون عن مدخل للتعبير أو عن نص موازن لمآسي بلادهم وأوطانهم وشتاتهم فهي كما مفردت العودة التي ترافق المهاجرين البعض منهم قد يجد معادلته كي لا يصاب بالصمت والبعض يجازف بنص أو بلوحة والبعض الآخر يكتب من أجل شهادة أو تسجيل موقف تاريخي ولكن في الغالب وعلى ما يبدو يبقى النص الإبداعي مؤجلا إلى حين كل ما أتقرب من اللوحة حسفت هممها من الظهري يسحبني إلى الوراء أنا مريت في مراحل إنقطاع وهذا إنقطاع سبب عندي شيء من الملل فكنت أقضيه بالسفر بالإقاب الأصدقاء بمشاهدة مدر أخرى الآن طال هذا الإنقطاع أول مرة بحياتي طول هيكي ولد عندي بعض الأحيان شيء من اليأس الألم الداخلي ونتيجة اليأس اللي ما في أمل حولي ولكن أنا حق أحكي مع نفسي أحكي مع حالي أحكي مع خيالي أنه جبر يجب أن تكون أنت يجب أن لونك تستنتع به أنت لوحتك هي طرعك تعود إلى اللوحة أحياناً أشعر أنه هذا لمن أكتب الآن من يقرأ في هذا الاضطراب الكبير جداً اللي صوت الرصاص يعلى كل شيء ولكن بالأخير أنه أقول هذا صوت الرصاص أو غيره أو السلم لا بد أن البداية تكون من القلم القلم يوجه فحتى أنه اللي عندنا الآن من داعش وغيره وكذا وميليشيات هذه أيضاً وراء قبلها قلم كانت يعني قبلها كتابة كانت وراءها نصوص فالنص يبقى هو الموجه لكن طبعاً أنت عليك أن لا تتصور أنه ستحصد الثمر سريعاً بواشرتك هذه ردلها فترة تأثير وفترة اختمار في أحداث كبرى وبلد مثل العراق يشهد منذ أكثر من أربعين عاماً وربما منذ نصف قرن أحداث تراجدية متواصلة ماذا يمكن للمثقف أو للأديب أن يقول ماذا يمكن لنصه أن يفعل أمام الموصل أمام حلب أمام ما حدثه في الرمادية أمام ما حدثه في الفلوجة أمام ما حدثه في السقلاوية أمام ما حدثه في كل مكان لا يمكن للغة ولا يمكن للغة أن تسعف من يملك أدواته أن تكون بمستوى ما يحكم ربما هناك مهارات لأشخاص معينين يقدرون أن يرتقون إلى مستوى ما لكن هل هذا المستوى يرقى إلى مستوى الألم الحقيقي الإنساني؟ أي قصيدة يمكن أن ترقى إلى مستوى يعني ترقى بالألم وبحدة الألم إلى مستوى شضية غرس في جسد طفل مثلا الأزيديات من يمكن أن أعظم الملاحم لا يمكن أن تصف لنا أو ترتقي إلى مستوى الألم الذي تشعر به صبية أزيدية تستبع وتنتهك وينتهك شرفها وعرفتها وتباع كما تباع السلعة في سوق النخاسة وكأننا في العصور الوسطى وفي عصور الظلام كيف يمكن الإنسان أن يتحول إلى آلة للقتل آلة وحشية جرامية وكيف لك أن تتقبل هذا أن تكون شاهدا عليه هذا يقتل الإنسان من داخله يعني الإنسان الحقيقي السوي الإنسان الطبيعي غير مشوى يقتله مثل هذا مهما كتبنا من أدب مهما كتبنا من تحليل ونقد ودراسات لسايكتولوجية الإنسان ولحركة المجتمع لا يمكن لنا أن نرتقي إلى حجم الألم الذي شعر بها هؤلاء الضحايا هؤلاء الأبرياء نحتاج أعتقد إلى مئات السنين لكي نخفف هذا الألم لكي نحتاج إلى أجيال لكي تتطهر من هذا العار تتطهر من هذا الإحساس بالعجز والإحساس بسلب إنسانيتك لا أذكر في طفولتي أنك كنت هكذا كنا نشكل وجهك في الغيم كلما وضعنا رؤوسنا في أحضان الأمهات كل واحد منها كان يرسمك مثل ما يريد أنا مثلا كنت أندف لك لحية بيضاء أناعينة أحيانا أدس أصبعين في وجهك لأصنع لك عينيني واسعتين ومرة حركت إبهامي في فنك لأجعله واسعا يبتسم أنت لم تكن تعلم ألاعبنا لكنك كنت طيبا ولينا مثل غيمة مترعة فلماذا تغيرت؟ كنت تملأ سماءنا كل شتاء بالطيور الطيور التي تجلبها من بعيد وتشكلها أسرابا عجيبة أسراب البط، الأوز، البجع، الزرازير وحتى الغربان أسرابا تشق الفراء كالسهان وأخرى ترقص فوقنا رقصتها الدائرية فماذا دهاك لتجعل سماءنا مهبرة رصاصية وممحلة هكذا أيعقل أنك لم تعد تحبنا أو أن قلبك الذي عجلناه من الغيم أصبح أسود لفرط الدخان أنت الذي غسلت رؤوسنا السودة بالمطر كيف ارتضيت لنا أن نسبح بالدم كل نهار ومساء ما زلت أذكر مكرك وأنت تعلمنا لعبة الاختفاء من أصحابنا في أماكن لا تخطر على بال أحدهم لكنني أنا لا أعرف كيف أصبحت تدل القتلة علينا ولا أعرف كيف جعلت أبنائنا يقتل بعضهم بعضا أيعقل أن ثم توشآت ملأوا قلبك بالضغينة علينا وإلا ما دفعنا لتفعل كل هذا بنا نعم مسألة الأدب الذي يجب أن يتصدى لهذا الواقع والذي يجب أن يقدم صيغة جديدة هو في الحقيقة سؤال أساسي وضروري وهذا الأدب مأمول طبعا لأنه لا يمكن أن تحدث الأمور بخلاء ذلك يعني الحروب الكبرى بما فيها الحربان العالميتان أنتجتها أدبا واسعا لكن مع شيء من الصبر حتى الآن يكتب عن الحرب العالمية الثانية وحتى الأولى وحتى حروب نابليون ما زالت تغذي إلهام الكتاب والأدباء لأن تجارب الكبرى تتغلخل في الوعي وفي الوعي الثقافي الإنساني بحيث تصبح أسئلة دائمة أسئلة لا يمكن تجاوزها أو لا يمكن القضاء عليها يعني قصدي إشباعها بحثا وتصويرا في حقبتها نفسها قصدي أن تناول الواقع خاصا عندما يكون مثل هذه الظلمية بمثل هذه السداوية إذا أمكن استلهام الدروس الكبرى مثلا درس دونتي في كتابه للحبيدة الإلهية الكثير يعتبرونه عاملا خياليا كتبه شاعر رحل إلى العالم الآخر سفر قام بمعراج إلى العالم الآخر حتى يقال يلقي حبيبته وهو في الحقيقة عندما تقرأ العمل هو درس في التاريخ لأن كل الأفراد الذين يقابلهم دونتي سواء في الجحيم أو في المطهر أو في الفردانس يحاورهم على مسائل تاريخية دقيقة ومشخصة وهو أيضا نوع من البحث الشعلي في المنفى وحتى نتفادى المباشرة التي أشرت عليها كخطر يواجه الأدب الذي يتفضل الواقع أعتقد أن المسألة تنحصل في نقطتين أولا التناول الجمالي للتجربة لأنه بدون تجربة جمالية في اللغة وفي الشكل سواء كان في الرواية أو في الشعر لا يمكن تعمل هذه التجربة أتذكر حوارا مع الكاتب الإيرلندي العظيم ساموال بيكيت عندما قرأ نص جانجوني 24 ساعة في صبرة وشاتيلة أو 24 ساعة في شاتيلة قال هذا هو الأدب جمال اللغة أو جمال الشكل والعمق الفاجع للتجربة الموصوبة في النص هناك شيء مفارقة أن تجد الجمال على أساس الفاجعة بدون هذا لا يمكن أن ينجح النص وهذا ما فعله دانتي وهذا ما فعله ودلير وهذا ما فعله رسالون إلى كروة وآخرون إذن مسألة الجمالية هذه مسألة أساسية الشيء الثاني في اعتقاده هو وعي المأساة يعني عندما يقرأ القارئ كتابا في تجربة تاريخية أو تجربة مأساوية ينبغي أن يمسك بفضل الكتاب بفضل الكاتب ينبغي أن يمسك بمفاتحها كلها لا يكفي أن نغني غناء فاجعا أو نشيدا جنائزيا على الأموات ينبغي أن نفهم ما حدث ينبغي أن نقدم لا بلغة التحليل لأن هذه مهمة الفكر وإما بلغة نفسه مفاتيح هذه التجربة كل ناشر يعني هو شخص حالم يحلم بالكتاب الأساسي بالمخطوطة لكن علينا لا نكون مثاليين كثيرا فالكتاب المنتظر ربما هو مجموعة الكتب التي نشرت عن العراق الحالي أو عن الأحداث الجسام كما ذكرت قبل قليل الكتب المنشورة الحالية والكتب التي ستأتي نعم 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 فكل كتاب هو يغطي صفحة ما نعم 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 أو يعبر لحظة ما نعم نعم ومجموعة هذه اللحظات هي الحياة العراقية التراجدية المعاشة المعاشة كلام كثير وغزير وموجع ودال كلام نهر كدجلة وبعيد كزمن سومري تسمعه في كل مكان تلتقي فيه عراقيا يحمل قلما أو ريشة أو وترا أو إزميلا أو كتابا أو مهاجرا لا يحمل شيئا سوى البلاد كلام لم نسمعه بعد قد يأتي في سلسلة أخرى فالذين التقيتهم في هذه الرباعية هم تآلف الممكن من أصوات كثيرة موزعة في مدن هذا العالم